نوعية الاستثمارات اللي بتدخل أي دولة بناء على تصنفها الائتماني بتكون في أي مجال أكتر يعني إحنا استثمارات مصر دولة يفتحها بوابها دايما للاستثمارات في القطاع الصناعة وبكل تأكيد يعني هي البوصلة أو الاتجاه العام لخدوم الاستثمارات هو بيكون الأولوية اللي عند الدولة فعلى مستوى العالم لو جينا نبص على الاستثمار الأجناب المباشر هنلاقي إنه فيه تحركات رصادها تقريب الأنوكتاد ويمكن إحنا اتكلمنا في الموضوع هذا فأكتر من مرة إنه الأنوكتاد كان بيتكلم على 20-24-20-25 وطلع في أكتوبر 23 إنه فيه تحرك واضح في معالم الاستثمار الدولة على مستوى العالمي وكان بيرسل تقريبا نصف رليون دولار يعني أكتر من 500 مليار دولار هيتحركوا من دول العالم ومن العواصم الصناعية الكبيرة ويبدأوا أنهم يدوروا على أماكن جديدة عشان يبدوا أو يبنوا مصانع مشتركة أو تصنيع مشترك وذكر فعيتها وقال إنه متواقع جدا أن مصر وفقا للخريطات الاستثمارية بتحصل على حجم لا بأس به وحجم ضخم من الاستثمار فإحنا عايزين نقول إنه في ضوء التحركات الواضحة من الحكومة المصرية خلال الفترة اللي فاتت وتهيئة مناخ الاستثمار والعمل على إصلاحه بشكل مستمر وصيامته بشكل يعني من القادة السياسية عندنا المجلس القومي للأستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية وبعضوية كل الجهات اللي هي بتشرف أو بتدي ترخيص أو بتمنح ترخيص لكافة الاستثمارات أعضاء في هذا المجلس فإذن إحنا أمام تحرك واضح من قبل الحكومة إن هي تستقبل أي حجم ممكن من الاستثمار وفقاً للأولويات اللي بتعلنها الدولة بشكل مستمر عندنا ملف الصناعة هو بشكل أساسي هو ده المحرك يعني لو لا الصناعة مش نقدر نتحرك حتى لو نكلم على صناعة وزراعة فلازم برضو تصنيع زراعي بكل ده أكيد وأنا أتوقع إنه خلال الفترة اللي جاية يكون فيه استثمارات مع الصين تتوقع إيه أبرز الصناعات اللي ممكن يتم الاستثمار فيها الفترة اللي جاية في مصر يعني أنا متوقع إنه الصناعات التحولية بشكل عام أتشهد نشاط كويس يكون فيه نشاط معتمد على الشراكة ما بين القطاع الخاص المصري وشركاء أجانب ممكن يكونوا من أوروبا بشكل كبير ممكن يكونوا من جنوب شرق أسيا بشكل أكبر متوقع إنه يكون فيه انخراط أكبر فيه الثلاثل الإمداد الكبيرة اللي موجودة في العالم العالم كله بيعيد تشكيل مراكز التصنيع بتاعته مرة تانية الدول اللي فازت هي اللي ممكن تقول حطت نقاط تحرك على خذرك كنت بتقول الصين الصين طبعا بتتحرك بشكل كبير لأن الصين بتخشى أنه يوقع عليها عقوبات من أمريكا بشكل واضح خشية من يوقع عليها عقوبات فبتبدأ أنها تدخل حتى في تصنيع مع أمريكا نفسها أو بتدخل في عملية تصنيع مشترك مع أوروبا كضامن ليها كضامن ليها وفي نفس الوقت هي بتبدأ أنها تخرج عن نطاقها الإقليمي يعني لو هي بتصنع أو بتعتمد على مراكز تصنيع عندها في الصين فهي بتبدأ تنقل مصانعها دي وتنقل خطوط إنتاجها خارج الصين خشية أنها تقع عليها أي عقوبات وفي نفس الوقت تضمن استدامة يكون فيه تضاف نقد أجنبي داخلها بشكل مستمر وبتعمل حجد دولي حوالين الصناعة بتاعتها والاقتصاد بتاعها فيكون فيه مدافعين من غير ما هي تبزي المجهود وده يمكن لتكده الصين من 20 سنة مش من دلوقتي بدأت أنها تنقل صناعتها بالخارج مش معنى أنها تنقل صناعة معنى أنه حد هياخد النهار لا بالضبط معروفة الفكرة دي أن أنت بتنقل صناعتك لبرا لأسباب معينة لكن بيفضل المنتج بإسمك وبيديك مكسب برضو للطرف الثاني لما نيجي نقول أنه دخل مصر مش معنى أنه هو بس الواحد هو اللي بيكسب معنى أنه احنا برضو بنكسب هو المنتج بيكون فيه جزء بيعتمد على التكنولوجيا معينة بيعتمد على مواد خام من عندنا بيعتمد على عمالة من عندنا مع الوقت بينقلنا النهاء أو التكنولوجيا دي وبالتالي بيوسع دائرة أولوياتك ومقوماتك